السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل مرضى السكر الناس اللي عندهم سكر وخصوصا الناس اللي عندهم سكر بقالهم مدة طويلة او السكر عندهم غير منتظم ازاي مريض السكر يخسر رجليه ممكن فيه ناس تقولك ايه الموضوع اللي انت هتتكلم عليه ده ايه يعني ايه غسيل الرجليه ما غسيل الرجليه سهل اي حد ممكن يخسر رجليه ومريض السكر برضو ممكن يخسر رجليه بطريقة كل الناس عارفة لكن انا هقولك اهمية غسيل الرجلين لمرضى السكر غسيل الرجلين لمرضى السكر من الحاجات المهمة لانها بتنظف الرجل وبتشيل الجلد الميت اللي موجود عليه وكمان بتشيل الاوساخ اللي موجودة على الاضافر وكمان الاوساخ اللي بين الاصابع كمان غسيل الرجلين من الحاجات المهمة اللي بتزود ترتيب الرجل وتخلي الرجل دايما رطبة وبالتالي ما يحصلش تشققات وجفاف غسيل الرجل لو ما تنشفش كويس الرجل ممكن تسبب تشققات وجفاف غسيل الرجل لو ما تغسلش بطريقة كويسة وما تنشفش ما بين الأصابع كويس ممكن يسبب فطريات وممكن يسبب مشاكل لمرضى السكر غسيل الرجل بالنسبة لمرضى السكر لو المريض نقع رجليه مدة طويلة في المياه ممكن يعمل تسلخات وممكن يعمل جروح ما بين الأصابع وبالتالي ممكن يعمل التعبات وفطريات ومشاكل ممكن توصل لحد الالتعبات والتقرحات في الرجل فعلشان كده غسيلة الرجلي من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن بيعتقد مريض السكر انها من الحاجات البسيطة وبالتالي بيعملها بدون ما يكون عارف ايه اهميتها وازاي تتعمل النهاردة هنتكلم عن ازاي تخسر رجليك كمريض سكر بطريقة صحيحة بدون ما تسبب لك اي مشاكل الموضوع ده بيعتمد على حاجتين حل رجليك فيها جروح او ما فيهاش جروح لو رجليك فيها جروح او تقرحات او التهابات ممنوعة تخسر رجليك بمية حنفية تماما او تنقع رجليك في مية حنفية لو عايز تخسر رجليك تخسلها بمحلول ملح معقم لان الرجلي لما تكون فيها جروح او تقرحات او التهابات بتكون عرضة لزيادة الالتهابات دي وبالتالي بيكون فيه فتحة في الجلد وبالتالي ممكن تاخد الميكروبات والجرسيم اللي موجودة في مية الحنفية مية الحنفية مية غير معقمة وبالتالي ما ينفعش انك تخسل بيها رجليك لو انت عندك جروح او تقرحات في رجليك يبقى لو عندك جروح او تقرحات ممنوع تخسر رجليك بمية حنفية ممنوع تنقع رجليك في مية حنفية ممكن تخسر رجليك بمحلول ملح لانه معقم وبعدين تنشف رجليك كويسة كمان لو عايز تتوضع ممكن تمسح على رجليك وده مسموح به للمرضى زي مرضى السكر اللي عندهم جروح او تقرحات في رجليه الشخص اللي ما عندهش جروح او تقرحات يخسر رجليه ازاي اول حاجة كل يوم يخسر رجليه عن طريق انه ينقع رجليه في مية مية حنفية لان ما فيش جروح طبعا ونقع الرجلين ده ما ياخدش اكتر من 3 الى 5 دقايق بالضبط زي ما احنا قلنا لو الرجلة قعدت مدة طويلة في المية الجلد اللي ما بين الاصابع بيبقى رؤيق جدا وممكن يتفسخ وممكن يتفتح ويسبب التهابات يبقى تنقع رجليك من 3 الى 5 دقايق في مية بعد ما تنقع رجليك بتطلع رجليك وتنشفها كويس جدا عن طريق فوطغ او عن طريق مناديل وتمسح كويس جدا ما بين الاصابع ولو في فطريات ما بين الاصابع حاول ان انت تمسح ما بين كل اصبع بمنديل مختلف يعني بتجيب منديل وتمسح به ما بين الاصبع الاول والتاني وترميه وبعدين تجيب منديل تاني وتمسح ما بين الاصبع التاني والتالت وترميه وهكذا اذا في فطريات لكن لو ما فيش فطريات عادي ممكن تمسح به منديل او منشفة او فوطة واحدة بس لان لو في فطريات ما بين الاصابع ومسحت بمنديل واحد ما بين الأصابة حيتنقل من أصبع للأصبع الثاني وهكذا يبقى دي تاني حاجة تنقع رجليك من 3 إلى 5 دقيق في مية دافية مسسخنة تعرف الدافية زي عن طريق أن تحط كوع إيديك في المية ما تحطش إيدك ولا تحط رجلك يعني ما تحسش درجة حرارة المية بأيديك ولا برجليك تحس بدرجة الحرارة عن طريق كوعك أنت لأن الكوع هو أصدق إحساس موجود الإحساس عن طريق إيديك وعن طريق رجليك بيكون قليل لأن الأعصابة الطرفية بيكون عندك فيها مشكلة في بالتالي بتشوف درجة الحرارة عن طريق الكوع لقيتها كويسة بتحط رجليك من 3 إلى 5 بعد كده بتنشف رجليك كويس عن طريق فوطة أو عن طريق منديل أو عن طريق مجموعة منديل لو عندك فطريات ممال الأصابة وبعد كده بتنشف زي ما قلنا بتنشف رجليك كويس لأنك لو سبت رجليك ما تنشفتش كويس ممكن تعمل جفاف في الرجل بعد كده ممكن تحط فزلين ومن فوق وممنوع تحط فزلين ما بين الأصابة الفزلين ما بين الأصابة أو الكريمات اللي بين الأصابة أو أي شيء رطب بين الأصابة بيزود حدوث الفطريات الحكاية دي يوميا بتعملها قبل ما تنام علشان تنظف رجليك كويس وعشان تتأكد برضو أن ما فيش أي جروح أو أي مشاكل موجودة في القدم سواء في القدم من تحت أو من فوق أو في الأصابة أو ما بين الأصابة دي ببساطة طريقة غسل الرجلين بطريقة بسيطة وصحيحة لمرضى السكر اللي عندهم جروح واللي ما عندهم شي جروح بتمنى ليكم الصحة والعافية الفيديو بسيط لكن مفيد جدا ومهم جدا لكل مرضى السكر بتمنى أن يكون الفيديو عجبك ولو عجبك وأفادك شيروا لغيرك وخصوصا في مجموعات مرضى السكر بتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي اسشارك راحة العظام ولعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته